حين وضعت الولايات المتحدة الامريكية الحرس الثوري الايراني على لائحة العقوبات المالية كانت واشنطن تعلن بداية حرب مالية اوسع وبافاق جديدة بخطوة تصعيدية تلو اخرى وبعد استهداف منظمة حكومية رسمية في طهران اعلنت واشنطن استهداف نواب لبنانيين وفرض عقوبات مالية على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ونائب بيروت في الكتلة امين شره اضافة الى مسؤول وحدة الارتباط والتنصيق الحاجوة في اصفة قسمان بالله انا على العهد ما خشي حصوله من ازمة قانونية دستورية مصرفية حين اشيع امكان ادراج رأس السلطة التشريعية في لبنان ورئيس حركة امل في لائحة العقوبات بات امرا واقعا اليوم بفرض العقوبات على نواب الحليف فيما يتعلق بالتداعيات القانونية لفرض عقوبات ليس فقط على نواب من حزب الله بل على اي نائب في البرلمان اللبناني فهنا تبرز اشكالية دستورية لناحية عدم دستورية اي قانون اجنبي يجرم نائب لبناني بدون رفع الحصانة من قبل مجلس نواب لبناني المادة 39 تنص على انه لا تجوز اقامة دعوة جزائية على اي عضو من اعضاء المجلس بسبب الافكار والاراء التي يبديها مدة نيابته اما المادة 40 فتنص على انه لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبل عليه اذا ما اقترف الجرما جزائيا الا باذن المجلس ما خلى التلبس بالجريمة وهنا المادة 40 تذكر اتخاذ اجراءات جزائية بما ان وضع النائب اللبناني على لائحة عقوبات وتطبيق بحقه اجراءات كإقفال الحساب هو يعد بمثابة الاخذ او اتخاذ اجراءات جزائية تجاه نائب فيعد هذا الاجراء مرفوضا من الناحية القانونية كونه اتى منافيا للدستور لابد من الاشارة بان الاوفاك وهو مكتب مراقبة الاصول الاجنبية office of foreign asset control قد فرض على المؤسسات المالية الامريكية التقيد بقوانينه وقد فرض على اي مؤسسة مالية اجنبية تتعامل مع مؤسسة مالية امريكية بالتقيد بالقوانين وبالتالي لابد من الاضاحة بانه ليس هناك اي خيار لدى اي مصرف لبناني الا الامتثال للقوانين الامريكية في معلومات الجديد وحتى هذه اللحظة لم تجمت حسابات النواب المستهدفين مصرفيا على الرغم من صدور القرار الامريكي وذلك بالتزامن مع موقف رافض وصريح من رئيس مجلس النواب للقرار الامريكي اضافة الى مطالبة حزب الله بموقف لبناني رسمي تجاه القرار بعدما تمكنت الادارة الامريكية من وضع الدولة في وجه المصارف لمن ستكون الكلمة الفصل ادم شمس الدين قناة الجديد